بنتعرف الان على متبينة المسلس يعني ايه متبينة المسلس احنا عارفين المسلس عنده 3 اضلاع احنا عارفين بهذا الشكل اللي مجموع طولي اي ضلعين في مثلس لازم يكونوا اكبر من الضلع التالت يعني الضلع ده لو 3 وهذا الضلع طوله 4 وهذا الضلع 5 فعلا لو جمعت الاضلاع الصغيرة لو جمعت 3 زائد الاربع 7 السبع اكبر من الخمس ولو جمعت 3 زائد 5 8 أكبر من الاربع وخمسة زاد الأربعة تسعة أكبر من التلاتة دي اسمها متبينة المسلس طيب ما هو مدى الضلع التالت لو أنا حطيت عندي أي مسلس زي اللي قدامي مدى الضلع التالت يعني إيه يعني لو جيت مسحت ضلع من هذي الأضلع مثلا وليكن الضلع التلاتة اللي أنا مسحته كده ورمسطله بالرمز X إزاي نجيب مدى الضلع يعني إيه مدى الضلع يعني إيه الأرقام أو الأعداد اللي ممكن يحصل عليها فبقول إن الـ X بدون ما نحفظ أكبر من الفرق وأقل من المجموع طبعا ده مع أي مسلس عشان نجيب مدى الضلع التالت نقول أكبر من الفرق وأقل من المجموع طيب يبقى الـ X أكبر من إيه الفرق يعني إطرح خمسة ناجس الأربعة واحد وأقل من مجموحهم خمسة زائد الأربعة تسعة يعني المدى بتاع الـ X بنستبعد الواحد ونستبعد التسعة يعني الـ X ممكن تاخد الـ 2 أو الثلاتة أو الأربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو تمانية دي اسمها مدى الضلع التالت طيب لو فهمنا هذا الكلام أنحل السؤال الموجود عندي الآن هيطبق تطبيق مباشر على القاعدة اللي أنا أقولته لكم الوقت إذا كان طول الضلعين في مسلس هو سبعة وتسعة بنرسم للتوضيح فقط يا شباب مش لازم رسم في الاختبار طول الضلعين كم وكم زي ما جالك في المعطيات ضلع تسعة سنتي وضلع سبعة سنتي عاوزين مدى أصغر عدد صح يمثل الضلع التالت الضلع التالت أنا بسميه بالرمز X نطبق القاعدة نقول له X أكبر من إيه وأقل من إيه أكبر من الفرق وأقل من المجموع يلا نطبق يبقى X أكبر من الفرق تسعة ناجس سبعة تساوي اتنين المجموع تسعة زائد السبعة بتساوي ستاشر يعني X نستبعد الإجابة اتنين ونستبعد الإجابة ستاشر فالX ممكن تأخذ التلاتة والأربعة والخمسة والستة إلى العدد خمستاشر طب هو عاوز إيه في السؤال أصغر عدد صحيح يمثل الضلع التالت أصغر عدد صحيح قدامه هو الثلاثة واختار الإجابة باء هي الإجابة الصحيحة